السلام عليكم مرحبا بكم من جديد متسبعي قناة ميجا وصفة كنتمنى إن شاء الله تكونوا كلكم باخر اليوم إن شاء الله اللي بنات غادي نشارك معكم واحد العصير اللي كيجي رائع لمدق دياله بنين بزف وصحي أكيد كيخرج واحد الكمية اللي هي كتيرة يعني كي نقام علينا اقتصادي كنتمنى إن شاء الله تجربوا وينا الاعجاب ديالكم إذا عجبتكم الوصفة اليوم ما تبخلوش عليها بجام تعليق ومشاركة الوصفة مع الأهل والأحباب باش تعم الفائدة كيف شفتم معي البنات عندي هنا جوج حبات البانان وجوج حبات كيوي وجوج حبات البربا بالنسبة للأخوات اللي غاي ساقسوني على البربا أنا استعملتها هنا يا خادرة إذا خفتوا على الخلاط الكهرباء إدي لكم ما يتحن لكم شي مزيان أو يتخسر أو شي حاجة ممكن تستعملوها مسلوقة إذا بغيتوا فقشرت جوج حبات البانانات وقطعتهم بهذا الشكل الكيوي أيضا حتى هو قشرته وقطعته وحتى البربا حتى هي هاد العصر هادا جيبته بالخصوص لواحد الأخت اللي ساقستني على الكيوي وما بذات الأخوات الصراحة ما كيبغيوش لما دقت الكيوي هكذا في العصائر لأنه فيه شوية كتكون الحموضة زيدة مع شوية المرورة بعض المرات كتكون كتيرة في هاداك الحبات السوداء اللي كتكون فيه ولكن هو مغدي وصحي وفي واحد نسبة فيتاميس س عالية فهكذا هكذا هكذا دي واحدة للفكرة هكذا غدي نخفهم الحموضة دياله كيجي هاد العصر هادا تحفة وفكرة باش نستغل له المهم لكيوي فوضعت جميع المكوناس كيف كانت شوفوا مع بعض ديتهم كيبي وغدي نضيف عليهم عصير البرتقال بالنسبة لعصير البرتقال انا ضيفت هنا يعني لتر اللا ربع يعني سبعمية وخمسين ميلي لتر ديال عصير البرتقال ممكن تعملوا حتى اللتر ديال عصير البرتقال اه يعني. طبيعي اللي غتفيدني وتفيدوا لذاتي اكيد بغيتوا تمضيفوا السكر. لكم الاختيار ضفو الكيمياء اللي كتناسبكم تقريبا هاد العصير هدي يدي لكم ججد مع لقد السكر. او كيبقى حسب الضوء وهذا الشكل دياله كيف كتشفو كيخرج واحد الكيمياء اللي هي اكتيرة رغم انه خاتر يعني اذا بغيتو هكذا خفيف شوية فكتزيدو الكيمياء عصير البرتقل ولمو كيعطيكم واحد الكيمياء اللي هي اكتيرة وحتى المدق دياله كيجي تحفك يجي بنين بزف جربوه وردو علي الخبر فكانت هادي هي الوصفة اليوم كنتمنى ان شاء الله تجربوها واتنال اعجاب ديالكم اذا عجبتكم ما تبخلوش عليها بجم تعليق ومشاركة وصفة مع الاهل والاحباب باشتعوم الفائدة واشتركوا معنا في القناة اذا كنتو كتزورونا الاول مرة باش توصلوا معنا دائما بالجديد وانا هنا كنقولكم كيف ديما بصحة ورحة وإلى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله